الحقيقة يعني في كل الألعاب مسيرة الأهل بتتواصل بانتصارات مهمة جداً وعلى كل الأصعدة في كل الألعاب وكل الأعمار يمكن استمراراً لأسبوع الانتصارات الكبيرة للأهل على منافسه المباشر الزمالك الأهل النهاردة في ناشئين الطائرة تحت 15 سنة فاز الأهل على الزمالك 3-0 بالتفوق كبير جداً كانت في منافسات بطولة الجمهورية المباراة كانت في صالة الأمير عبدالله الفصل في النادي كانت الأشواط 25-14 و25-10 و25-17 بيواصل بيوم شباب الأهل تفوقه الكبير أيضاً في الكرة الطائرة مباراة كانت الجولة الأخيرة في التدريبات للدور الممتاز انتهى باكتساح للأهل بنتيجة 3-0 أيضاً برصيد الأهل كده بيتصدر بـ 21 نوطة قبل ما يواصل الأهل هيمنته على دربيات ألعاب الصلاة رجال وسادات طائرة كرة السلة دي احنا شايفين نجاحات عظيمة ويعني معلش الفريد الأول لكرة السلة ده ده بحث لوحده النشاط الرياضي يا أستاذ إبراهيم نتائج مبهرة من السنة اللي فاتت لدلوقتي يعني تجد نفسك بطولة أو اثنين اللي بيهربوا منك لكن الباقي اكتساح يعني احنا انت كنت حاصر تمانية واحد تمانية واحد في كل الألعاب في 96 ساعة دولة أو الثلاثة ايام بين الأهل والزمالك في كل الألعاب سواء السلة الطائرة ليد الووتربولو يمكن في كرة اليد الزمالك كان فاز على الأهل 34-28 وده النتيجة اللي قدت ليه والسيدات عوضيتها السيدات والشباب واصل الأهل انتصاراته